السلام عليكم مرحبا بكم على قناة امر اسلام فيديو اليوم رح يكون تتمة للفيديو السابق اللي رح نخلي لكم رابط طعو في صندوق الوصف كان صرا خطأ وخلل بسيط تحذف منو هاد المقطع بالمناسبة الفيديو اللي فات ما حطيتو لكم شانا صح خدمتو دتلو المونتاج وكلش مي اشرفت عليه صديقتي صاحبة قناة وصفتي وتطبيقاتي مع بندو هي لي كسرت رأسها معاه ونهار كامل وهي معاه مع الاخر صرا فيه خلل وتحذف منو مقطع المهم لبنات قبل ما نبدالكم في فيديو تعيين قلكم زوروا قناة هاي لبنات تستحق المشاهدة قناة مدتش حقها نهائيا مع انو فيها فيديوهات في القمة المهم زوروا القناة وعلى بلي باللي ما كمش راح تندمو ودعموها لي تحب امري سلان كامل تدعم وصفاتي وتطبيقاتي مع بندو وذلك راح نرجع للفيديو تعيي هذا المقطع اللي تحذف كانوا اخوات طلبوا مني كيفاش راني مرتبة او منظمة لي سرفيس تاو تنعتي لي كيفاش راكي مرتبتهم ومنظمتهم مرتبتهم بهذا الطريقة وكل اخت وطريقتها بالنسبة لي سرفيس تاو هذا القهوة وتاع التاي هنا اخصطني غير حاجة اللي هما تلايقت على البلاستيك كل ما نخرج نشريهم هما والتوال سيري ما نشريهم ما نباليش وعلى واش وهذا الدرج كما كم تشوفون دائرة فيه المغارف والفراشت وكلش كنت شريت منظم خاص بهم اللي اللي شريته جاني صغير بزاف يعني الفراغ منه ومنهي هو المنظم الثاني اللي شريته كبير بزاف ما جانيش في الدرج كي درت هذا السلل صغار درت كما كم تشوفوا واحدة فيها السكين والسكاكين والحوايج الاخرين وسلا كما كم تلاحظوا فيها الملاعق الصغيرة والفراشت الصغار هنا فراشته مغارف والكوتي هذا اللي قاعد لي فرغان مدارة فيه الحوايج اللي نصور بيهم وهذه البوشت الصغيرة اللي مدارة فيها الفراشته المغارف تعريسلان هكا لازم كيهزها يحب حوايجو كامل فيها هذي بالنسبة لهذا الدرج والدرج الثاني اللي سبق لي ونعدت لكم كيفاش نظمته في الفيديو الخاص بهم وبالعجانة رح نخليكم رابط التحون في صندق الوصف هكا راني منظمة ومرتبة فيه المناشفة الكسرة والاكياس تاعيه تاع التجميد هكا كانت طريقتي في التنظيف وفي التنظيم والترتيب ننتمنى انه يكون فيديو اليوم نال اعجابكم ولو انه طويل شوية انتظروني في الفيديوهات القادمة نفس المواضيع اللي هي تحضيرات رمضان المبارك الفيديوهات القادمة رح تكون حول التوابل كيفاش شريتها وكيفاش نظمتها وش شريت المهم رح تشوفوهم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله وإلى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله مع السلامة